بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح درس معنى هي المساحة الجانبية الخاصة باي شكل من غير او مساحة القعدتين العليا والسفلة للشكل نفسه. احنا عندنا فيه اه احنا هنجيب لهم والطلقة الاريا اللي هو الكيوب والكيوب. زي ما احنا عارفين ان الكيوب هو عبارة عن كل فيس متكون من الميزة بتاعته ان هو كل بتاعته اضلعوا كلها متساوية في الطول لكن الكيوبايد الباس بتاعته عبارة عن معنى ان هو شكل عبارة عن كده احنا لو فتحناه هيبقى عبارة عن 6 faces الفاسس بتاتوا تبقى نبار عن 6 6 square ده فاس 1 فاس 2 فاس 3 فاس 4 وادين ده البيز ودي البيز البيز الريا بتاعتها هي دي الريا اما لو جمعنا عليهم الريا بتاعت البيز الريا هيبقى هي هتبقى هتبقى الريا times multiplied by 4 لانها equaled كل الفاسس equaled اما الريا بتاعت يبقى ممكن نقول ان هي الريا طيب طيب في طريقة تانية ممكن نجيب بيها الريا وهي عبارة عن البرامتر بتاع البيز الواحد البرامتر بتاعه مضروب في الهيط يبقى البرامتر بتاع البيز مضروب في الهيط ويحنا هنلاح البرامتر of one face multiplied by height h وبما ان البرامتر of one face اللي هو دي كده دي اس دي اس فالبرامتر of one face equal 4s واله بتاع الكيوب هو عبارة عن s برده لانه هو يبقى دي 4s square دي كده اللتر الارية والتوط الارية of q ترجمة نانسي